المعايرة الحجمية التي هي حمود أو أسس عضوية ضعيفة معقدة التركيب يتغير لونها بتغير pH الوسط الذي توضع فيه ولدينا جدول يبين مجال بعض المشعيرات المستخدمة وتغير لون كل منها حسب قيام pH الوسط لنتابع نلاحظ هنا أن المشعيرات الموجودة هي عبارة عن أربع مشعيرات تدعى بالأدلة وهي عبارة عن الهليانتين أحمر الميتيل أزرق بروميتيمول والفينول فيتاليين سوف يكون للهليانتين لون أحمر في الوسط الحمضي بينما سوف يكون له لون أصفر في الوسط الأساسي أما pH المشعير فهي تتراوح ما بين 3.1 و4.4 كذلك الأمر بالنسبة لأحمر الميتيل فهي لون أحمر في الوسط الحمضي ولون أصفر في الوسط الأساسي وPH هذا المشعير تتراوح ما بين 4.2 و6.2 أما أزرق بروميتيمول فهي لون أصفر في الوسط الحمضي أزرق في الوسط الأساسي وPH المحلول تتراوح ما بين 6 و7.6 أما آخرها فهو الفينول فيتاليين وهو سوف يكون عديم اللون في الوسط الحمضي ولون بنفس جي في الوسط الأساسي وPH هذا المشعير تتراوح ما بين 8.2 و10 لذلك الآن سوف نتذكر الخط البياني الذي تعلمناه سابقا عن معايرة حمض قوي مثل HCL مع قاعدة قوية أو أساس قوي مثل NaOH نلاحظ هنا في هذا الخط البياني أن نقطة التعادل تقع في الـ PH تساوي 7 وهي النقطة التي تساوي وتكافئ تماما نقطة التكافؤ أي النقطة التي فيها يكون تركيز أيونات الهيدرونيوم مساوي تركيز أيونات الهيدروكسيل ونلاحظ هنا أن الخط البياني يعاني من قفزة كبيرة ما بين تقريبا 3 للـ PH إلى تقريبا بحدود الإداش أما ما سوف نتعرف عليه اليوم فهو سوف يكون عن الخط البياني لمعايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية أو أساس قوي ونلاحظ كيف سوف يكون الخط البياني له أيضا سوف نتعرف على معايرة حمض قوي مع أساس ضعيف وسوف نتعرف أيضا على الشكل للخط البياني الذي سوف ينتج عن هذه المعايرة لنبدأ الآن بمعايرة حمض قوي بأساس قوي لنأخذ التجربة الآتية وهي عبارة عن معايرة حمض كلور الماء بباسطة محلول قياسي من هيدروكسيد السوديوم نلاحظ أننا وضعنا المادة المراد معايرتها وهو عبارة عن HCL في الأرلم ماير ثم وضعنا مقياس البياتش للدلالة على قيمة بياتش هذا المحلول حمض HCL هو من الحموض القوية فنلاحظ أن بياتش هذا المحلول تكون أصغر من سبعة بكثير وهي بقدار 1.3 أما pH, NaOH فسوف يكون مرتفع جدا أي قريب من 14 أي بحدود 13 تقريبا لذلك سوف نبدأ بعملية المعايرة بإضافة كمية قليلة من NaOH تدريجيا ثم قياس البياتش وأخذ النقاط التي سوف من خلالها نرسم الخط البياني الممثل بالشكل الآتي نلاحظ هنا أن pH الوسط كانت منخفضة جدا بحدود 1 ثم بدأت بالارتفاع لتعاني من قفزة كبيرة ما بين 3 والإدعاش لكي تصبح نقطة نهاية المعايرة تقع في منتصف هذه القفزة عند pH تساوي إلى 7 في هذه المرحلة سوف نلاحظ ازدياد قيمة pH تدريجيا ثم تناقص تركيز أيونات الهيدرونيوم H3O موجب لتفاعلها مع أيونات الهيدروكسيد OH المضافة وفق المعادلة الموجودة في الشكل H3O موجب زائد OH سالب طبعا وهي في المحلول سوف تعطي الماء H2O عند اتحاد جميع أيونات الهيدرونيوم في المحلول الحمضي مع جميع أيونات الهيدروكسيد المضافة تصبح قيمة pH تساوي 7 وتدعى هذه النقطة بنقطة التكافؤ بإضافة قطرة واحدة من هيدروكسيد الصوديوم يتحول المحلول إلى أساس نتيجة تغير لون مشعر أزرق بروم تيمول بتغير قيمة pH مما يدل على انتهاء عمليات المعايرة وفي هذه المرحلة يكون عدد مولات أيونات الهيدرونيوم H3O موجب الابتدائية تساوي إلى عدد مولات أيونات الهيدروكسيد OH سالب المضافة لنتقل الآن إلى تطبيق مباشر على هذه العملية الحسابية والتي هي عملية المعايرة فعند معايرة محلول حمض الكبريت زي التركيز 0.05 مول بالليتر بمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0.2 مول بالليتر لازم 20 ملي لتر منه لإتمام هذه المعايرة فسوف يكون المطلوب هو اكتب معادلة التفاعل الحاصل ثم اكتب المعادلة الأيونية لتفاعل المعايرة هذا المعادلة سوف تكون ما بين حمض الكبريت H2SO4 زائد NaOH تعطي Na2SO4 زائد H2O طبعا مع التعديل سوف يصبح لدينا 2 NaOH مع 2 H2O عندما نريد كتابة المعادلة الأيونية سوف نختصر الأيونات المشتركة من الطرفين مثل SO4 ناقص 2 و Na زائد 1 من الطرفين فيصبح H3O موجة أيون الهيدرونيوم يتفاعل مع أيون الهيدروكسيل معطيا جزيئات الماء وهي تمثل المعادلة الأيونية المختصرة للتفاعل الحاصل المطلوب الثاني من هذا التطبيق أن نحسب حجم محلول حمض الكبريت اللازم لإتمام عملية المعايرة إذن سوف يكون لدينا عند الوصول إلى نقطة نهاية المعايرة سوف يكون عدد مولات أيونات الهيدرونيوم الموجودة في المحلول مساويا إلى عدد أيونات الهيدروكسيل المضافة من هيدروكسيد الصوديوم سوف يكون لدينا من قانون التركيز المولي أن C1 في V1 للمحلول الحمضي يساوي إلى C2 في V2 للمحلول الأساسي وهكذا لدينا معلومة مهمة جدا هو أن حمض الكبريت هو من الحموض القوية ولكن هو سناء الوظيفة الحمضية لاحتوائه على أيوني هيدروجين في صيرته الأيونية لذلك سوف يكون تركيز أيونات الهيدرونيوم الذي يعطيها الحمض في المحلول يساوي إلى ضعفة تركيز هذا الحمض إذن سوف يكون لدينا تركيز أيونات الهيدرونيوم هي 2 مضروبة بتركيز الحمض أي تساوي إلى 2 ضرب 0.05 معطية 0.1 مول بالليتر وهنا سوف نكون قد حسبنا تركيز أيونات الهيدرونيوم الموجودة في المحلول للتعويض في قانون المعايرة نعود الآن في قانون المعايرة 0.1 هو عبارة عن تركيز الحمض مضروبة بالحجم الابتدائي الذي أخذ منه تساوي إلى 0.2 وهو عبارة عن تركيز الحمض المراد الحصول عليه إذن مضروب بكمية الهيدرونيوم التي لزمت لعملية المعايرة فيكون لدينا V1 يساوي إلى 40 مليليتر الطلب الثالث الملح الناتج عن تفاعل حمض قوي بأساس قوي هو عبارة عن N2SO4 نلاحظ في هذا الملح أن الأيون الموجب يعود لأساس قوي والأيون السالب يعود لحمض قوي فهي أيونات مستقلة غير قادرة على التفاعل تدعى بالأيونات الحيادية لذلك إذا طلب مننا أن نحسب pH المحلول أو نستنتج pH المحلول الناتج فسوف يكون pH هو عبارة عن 7 لتفاعل جميع أيونات الهيدرونيوم الموجودة في المحلول مع جميع أيونات الهيدروكسيل المضافة لإعطاء الماء ذي pH تساوي 7 إذن لننتقل إلى معايرة أخرى هي عبارة عن معايرة حمض ضعيف بأساس قوي لنأخذ الآن الخط البياني الذي يمثل تغيرات الـ pH للحمض الضعيف بإضافة أساس قوي مثل KOH فنلاحظ هنا أن الـ pH ترتفع قليلا بالنسبة للحمض الضعيف فهي تقريبا بحدود للثلاثة الآن سوف نلاحظ تغير وارتفع قيمة الـ pH عند كل إضافة لKOH الآن عندما نقوم بالإضافات نصل إلى تقريبا نقطة هي عبارة عن 6.3 في هذه النقطة نلاحظ هناك قفزة في قيمة الـ pH ما بين الـ 6.3 والـ 10.3 هذه القفزة تقع فيها نقطة التكافؤ في هذه القفزة عند إضافة آخر قطرة من هيدروكسيد البوتاسيوم سوف يحصل تغير في لون المحلول نتيجة المشعر المستخدم ونقول هنا بأن المعايرة قد انتهت أي أن جميع أيونات الحمض الضعيف الموجودة في المحلول قد تفاعلت مع أيونات الـ هيدروكسيد المضافة فإذا أردنا أن نكتب معادلة التفاعل الحاصل لهذا المحلول سوف يكون لدينا أيونات الخلات التي تفاعلت ناتجة عن حمض الخل ضعيف التآيون CH3COOH تتفاعل مع KOH وتعطينا CH3COOK زائد H2O الآن إذا أردنا أن نكتب المعادلة الأيونية فنلاحظ بأن CH3COOH أي جزيئات الحمض تتفاعل مع أيونات الـ هيدروكسيد لإعطاء أيونات الخلات بالإضافة إلى الماء بهذه الحالة سوف نصل إلى نقطة نهاية المعايرة وسوف تكون قيمتها هي عبارة عن 8.72 إذن هي مختلفة عن السبعة ما سبب اختلاف هذه القيمة عن السبعة السبب الاختلاف هو عبارة عن أيون الخلات هذا الأيون يسلك سلوك أساس ضعيف لذلك سوف ترتفع قيمة الـ pH في النهاية عن السبعة لتبلغ قيمة 8.72 هكذا نكون قد حصلنا على معايرة حمض ضعيف بأساس قوي لننتقل إلى تطبيق على هذا المثال عند معايرة 20 ميلي لتر من محلول حمض النمل لازم 15 ميلي لتر من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم تركيزه 0.02 مول بالليتر والمطلوب اكتب المعادلة الأيونية لتفاعل المعايرة الحاصل وسوف نجد أن التفاعل لحمض النمل هو عبارة عن HCOOH زائد OH-1 فسوف يعطي أيون النملات HCOO سالم زائد H2O وهي سوف تكون المعادلة الأيونية لتفاعل المعايرة الحاصل أحسب تركيز محلول حمض النمل المعاير إذن هنا سوف نلجأ إلى قانون المعايرة وسوف نقول بأن عدد أيونات الهيدروكسيد OH-1 المضافة عند نقطة نهاية المعايرة تساوي إلى عدد مولات الحمض الموجود إذن سوف يكون لدينا N HCOOH وهو حمض النمل يساوي إلى N OH-1 التي تمثل أيونات الهيدروكسيد الآن C1 في V1 تساوي إلى C2 في V2 التي تمثل تركيز وحجم كل من الحمض وتركيز وحجم أيونات الهيدروكسيد فيكون لدينا C1 ضرب 20 تساوي إلى 0.02 ضرب 15 نحسب C1 فتكون هي عبارة عن 0.015 مول بالليتر المطلوب الثالث من هذا المثال أحسب كتلة حمض النمل اللازم لتحضير 400 ملي لتر من محلوله السابق محلوله السابق إذن سوف يكون التركيز هو عبارة عن الحمض نتحدث فهو عبارة عن 0.015 مول بالليتر ولكن المطلوب كتلة الحمض في حجم مقداره 400 ملي لتر نستطيع أن ننطلق هنا من تركيز المولي ستساوي N على V ثم نعود عن N بقيمتها وهي M الكتلة على M الكتلة المولية ونخرج منها M فتصبح العلاقة بالشكل M كتلة الحمض في 400 ملي لتر تساوي إلى تركيزه المولي في حجمه مضروبة بي طبعا حجمه مأخوص بي اللتر مضروبة بي الكتلة المولية التركيز هو 0.015 الحجم هو عبارة عن 400 ملي لتر في اللتر أصبحت 0.4 مضروب بي 46 وهي عبارة عن الكتلة المولية لحمض النمل HCOOH علما أنه أعطيت الكتل الذرية للعناصر الداخلة في تركيب حمض النمل فتكون هذه الكتلة هي عبارة عن 0.276 جرام ما هي أفضل المشعرات الواجب استعمالها؟ تذكرنا في بداية ما قدمنا أن هناك أربعة مشعرات نستطيع استخدامها في عملية معايرة حمض أساس ولكن هنا سوف نعود إلى pH المعايرة لنتذكر أن pH معايرة حمض ضعيف بأساس قوي هي تقع ما بين 8 وال10 إذن المشعر المناسب يجب أن يقع مجاله بين 8.2 وال10 والمشعر هو عبارة عن الفنول في تاليئين الذي مجاله هو بين 8.2 وال10 ونقطة نهاية المعايرة تقع في قيمة تقريبية هي 8.62 الآن النوع الأخير من المعايرة التي سوف نتعرف عليه هو عبارة عن معايرة أساس ضعيف بحمض قوي هذا هو الخط البياني الذي يمثل معايرة أساس ضعيف بحمض قوي إذن هنا نلاحظ أن الـ pH للمحلول هي كانت مرتفعة جدا تقريبا بحدود الإداش السبب هو نحن نعاير أساس فبالتالي سوف يكون الـ pH مرتفع عن السبعة ومحلول القياسي هنا هو عبارة عن الحمض القوي لذلك هنا سوف يبدأ المحلول من pH مرتفع ثم نلاحظ انخفاض الـ pH سوف نلاحظ عند كل إضافة من الحمض القوي سوف تنخفض قيمة الـ pH إذن تتناقص قيمة الـ pH تدريجيا نتيجة تناقص تركيز المحلول الأساسي الضعيف ونفترض هنا هو عبارة عن هيدروكسيد الأمونيوم وهو من الأساس الضعيفة نلاحظ أن تركيزه يتناقص عند إضافة أيونات الهيدرونيوم التي تأتي من تآيون الحمض القوي وفق هذه المعادلة يحدث ما يلي أن NH4OH والذي هو عبارة عن الأساس الضعيف مع أيونات الهيدرونيوم الناتجة من الحمض القوي تعطيني أيونات الأمونيوم بالإضافة إلى الماء عند انتهاء تفاعل المعايرة تكون قيمة الـ pH هي تقريبا بحدود 5.27 لأنه ينتج أيونات الأمونيوم التي تسلك سلوك حمض ضعيف وبإضافة قطرة من حمض كلور الماء تصبح طبيعة المحلول حمضية أي تصبح بمقدار 5.27 أي عبارة عن محلول حمضي قيمة الـ pH فيه أقل من 7 عند هذه النقطة يكون عدد أيونات الهيدرونيوم H3O موجب المضافة تساوي العدد مولات الأساس الموجودة كانت في المحلول الآن عند هذه العملية نكون قد تعرفنا على ثلاث أنواع من عمليات المعايرة نأخذ مثالا على المعايرة الأخيرة فعندما يعاير 50 ملي لتر من محلول هيدروكسيد الأمونيوم الضعيف بمحلول حمض الأزوت تركيزه 0.1 مول باللتر يلزم 25 ملي لتر لإتمام المعايرة والمطلوب اكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن تفاعل المعايرة الحاصل هذا إذن NH4OH عندما تتفعل مع حمض الأزوت الحمض القوي سوف تعطي NH4 إضافة إلى NO3 زائد H2O لو أردنا كتابة المعادلة الأيونية المختصرة سوف تبقى جزيئات الأساس لأنه ضعيف كما هي بينما الحمض سوف نأخذ منه H3O موجب وتعطي هنا NH4 موجب زائد H2O أما لحساب تركيز محلول هيدروكسيد الأمونيوم المستعمل فسوف نعود إلى قانون المعايرة حيث يكون عدد مولات أيونات الهيدرونيوم المضافة الناتجة من حمض HNO3 يساوي إلى عدد جزيئات الأساس الموجودة في المحلول لذلك سوف يكون لدينا C1 في V1 تساوي إلى C2 في V2 بالتعويض لحساب تركيز المحلول اللازمة للمعايرته وهو عبارة عن C1 مضربة بـ 50 مليلتر المأخوزة تساوي إلى 0.1 من تركيز المحلول القياسي مضربة 25 مليلتر التي لزمت لعملية إتمام المعايرة من حمض الأزوت بالنتيجة سوف يكون لدينا C1 أي التركيز المطلوب حسابه لمحلول هيدروكسيد الأمونيوم هو عبارة عن 0.05 مول في لتر أصناعيس 1 إذن تفيد المعايرة الحجمية في تحديد كما ذكرت سابقا في البداية والمقدمة تحديد تركيز أحد المواد المتفاعلة المجهولة التركيز بتفاعلها مع مادة أخرى تدعى المحلول القياسي عند نقطة نهاية معايرة حمض قوي أساس قوي يكون عدد مولات أيونات الهيدروكسيد المضافة مساويا تماما عدد مولات أيونات الهيدرونيوم الموجودة في المحلول وعند نقطة نهاية المعايرة لأساس ضعيف بحمض قوي يكون عدد مولات أيونات الهيدرونيوم المضافة مساوياً عدد مولات الأساس ونتذكر دوماً أن أزرق بروموتي مول هو المشعر المناسب لمعايرة حمض قوي أساس قوي طبعاً لأن مجاله ما بين الستة والسبعة فاصلة ستة وبي أتش المحلول هنا كانت هي عبارة عن سبعة أما الفينول في تاليئين فهو سوف يكون المشعر المناسب لمعايرة حمض ضعيف بأساس قوي أيضاً لأن مجاله هو ما بين الـ 8.2 والعشرة وهو يحوي بي أتش نقطة نهاية المعايرة التي تساوي 8.72 أما آخرها وهو أحمر الميتيل فهو المشعر المناسب لمعايرة أساس ضعيف بأساس قوي طبعاً لأن مجاله هو ما بين الـ 4.2 والـ 6.2 ويحوي قيمة بي أتش نقطة نهاية المعايرة والتي هي كانت المعايرة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر